موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظكم الي جميع انتمنى من الله كل شي يكون مزيان وكل شي يكون فرحان اخوتي العزاز ويالغاليات اليوم جيت نتكلم وانا اعطيه الرأي ديالي في واحد الموضوع اللي منوض الدجة في اليوتيوب لاناني شحال هادي وانا تنقول بغيت نقول شي حاجة لثميرة وبغيت نوجه لها رسالة مع شكري الخاص لجميع القنوات اللي سندوها معنويا ولكن جيت باش نقول لك الموضوع اللي اخسكي تكوني ادان صاغية وتسمعيني مزيان الى نهاية الفيديو ما تقطعيش وتقولي لا اخسني نحبس وانما تبهي معي اختي العزيزة اول حاجة علش اختارتي الاستاذ نوري لانا سمعتيا لها انه محامي مشاهير وسمعتيا لها انه اسد مكناز ومحامي الشعب الى غير ذلك من الالقاب ولكن حاجة اللي اخسكي تديريها في عقلك وقلبك ان الاستاذ نوري هو انساني قبل ما يكون محامي هو واحد الانسان اللي اعطاه الله واحد القلب رؤوف وحنين واحد الانسان اللي تترافع القاضية بكل جواريح دياله لهذا بغيت نقول لك اختي العزيزة فضفت فيه وقولي اشنو اللي عندك فضفتة وقولي كل شي اللي عندك في قلبك اعتبريها اخ ديالك علاش باش يشد كي تنقولوا بالدريج دراس الخيط ربما وهذا لا شك فيه ان الاستاذ نوري واحد الانسان اللي غادي يعطيك نصائح وجهك وفي نفس الوقت هو ما يكره انه يجمع شمل علاش لانه اب وعنده ولدات والله يخليهم لي وعنده واحد الزوجة وانهم الزوجة الانسان اللي غادي يعني ماشي الهدف دياله مادي بقدر ما هدف دياله هو يجير واحد الدور فعال داخل الوطن فهو تفهم مزيان القضايا ديال اللي تتهم الاسرة وعارف هو بحكم انه حصل على الليسانس والماستر والتجربة يعني انسان مهما تكلم عليه ما غاديش نوفي حقه ولكن هو ما غاديش يكون يعني يتراف عليك بحكم انك انت الموكيلة دياله وانما بحكم انك انت خطو يعني خطو غادي حس بانك التجأتي لي من خلال هاد المشكلة ديالك وغادي ينفعك بواحد الحجم اللي ما غاديش يمكن تصوره غادي ينفعك وغادي يكون نعم الأخ ونعم المحامي في آن واحد لهذا اختي العزيزة بغادي نقول لك ان اختارتي وكالاختيار ديالك صائب ونعم الاختيار من يجبتنا هاد الهضراء اللي تنقول علي الأستاذ النوري قد يدخلنا يوسف الزرولي اكبر مكسب كسبت فيها هو الأستاذ النوري وأستاذ حليم نجيب هادو خوتي وأفتخر بهم بهم خوتي اللي اعتني الله وربا أخي اللي نمتلده لك أمك خوتي اللي اكتشفت فيهم لإنسانية اكتشفت فيهم أنهم تخدموا أي ملف بالجوارح ديالهم من قلب ديالهم بدليل أنهم شكلوا واحد الفريق وكان النتيجة أنهم ربحوها لصالحهم واللي خلت ودخلت البهجة على كافة المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن لهذا تجيت نقول لك أختي العزيزة أختي ساميرا أنت إنسانة رقيقة المشاعر إنسانة اللي عانت كثير ولكن ربي كرمك لأنك عرفتي تمشي وتلتقي وتلتقي وتنتقي المحامي اللي غادي نبالك في هذه القضية ونعمل اختيار حاجة واحدة اللي غادي نصيك عليها هو أي حاجة ضراتك في خطرك قوليها الأستاذ النوري واعتبريه أخوك لمولدة لكش الأم ديالك ثم المحامي لأنه بحكم أنك تتكون يقدم واحد المحامي لقاري الحمد لله ومتمكن من العلم وربما ترتبكي وتقولي يعني المستوى دياله فقه ثم الفقه وفعلا المستوى عالي ولكن نعمهم الله بقمة التواضع لهذا جيت نقولك أنا ما تنفرقش ما بالأستاذ نوري وأستاذ حليم نجيب في الأخلاق والطيبوبة عندي هما سيان تنفتخر بهم كمتي في تخربية وهم أعزاز وغليين وتنأكد عليك أختي العزيزة أن هذا القضية اللي نودت الضجة في اليوتيوب كل شي الناس تكلمت فيها ولكن بغيت نوجه لك واحد الرسالة أختي العزيزة كوني كاملك آدان صغية فعلا أنت قاسيتي وعانيتي فعلا أنت امرأة حديدية امرأة لصبرات على السرة والضراء من أجل هذه الوليدات اللي يخليهم لك بغيت واحد الحاجة اللي نأكد لك لها إياك ثم إياك أنك تنهاري أو تضعافي لأنه مستو لك شرف ديلك لا أنت فوق دك شبهات ونفرد جدلا أنك تقاسيتي فأخودي درس كبير في حياتك والقدوة في حياتك هي أمنا عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم شكون اللي تهمها وشكون اللي نوضع لها الدجة وبغيش نسوها لها السمعة ديالها واحد إنسان اللي قريب الأب ديالها أبو بكر رضي الله عنه مستها في شرف ديالها ومنين يعني اتقاسات الأب ديالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حبس عليه لأنه كانت يعاون بالمؤونة إلى غير ذلك وحبس عليه أبو بكر لأنه رضي الله عنه بحكم أنه مستلي شرف ديال بنته ولكن شوفي سبحان الله العظيم عطب الله سبحانه وتعالى مفوق سبع سموات قال ليه الله سبحانه وتعالى أنه أبو بكر صديق معروف بالكرم المعنى أنه يبقى كريم والله سيتولى أمر ذاك الإنسان بنت شرف الأم ونعائشة لهذا نقول لك أختي العزيزة أنت ما تديري والي في خاطرك إلي تقسيتي في شرف ديالك وكلي أمرك الله سبحانه وتعالى وغادي تشوفي بعينيك أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل إياك ثم إياك أنك تدعافي أو تنهاري أو تخرجي في فيديوهات وانت معصبة لأن الضحية هما دوك الوليدات منين يشوفوا أنك من بعد يشوفوا ذاك الفيديو أو المباشر اللي تكلمتي فيه وانت متوترة خدي بقى واحد يعني تخدشات لهم المعنوية لهم منين يكبروا لهذا تنصي أي يوتيبر يوتيبر ولا يوتيبرز كاملهم بصفة عامة أي واحد عنده مشكل دائما يتهدن وما يخرج بالفيديوهات أو اللايبات حتى يكون يعرف يتمكن من أي كلمة سيقولها لغا أنها ستبقى عليه إلى الأبد عرفت هذا الفضاء دي اليوتيوب حتى ونفرض أنك يمسح شيء أو أنت أخويا مسح شيء فيديو يعني بعدما استوعى باش نقال تتلقي الناس تلي شارجاوه واخد الضولة بعدو يصفته لوليداتك على أي لحد الساعة ركي إنسانا في قلبنا وعزيزة علينا لأنك بنتي لنا لأنك بنت الناس ونعمة الأخلاق ونعمة التربية بغيت نقول لك أختي العزيزة أن الجوهر النقيبة ديامون دوسو أستاذ تقول لك أرفعي يديك الله سبحانه وتعالى والسجود وعودي دعاء ثم الدعاء وعودي يقولي يارب تنصرني على من عداني ويارب تهدي أي واحد خطأ في حقي خرج بالاعتدار ويارب تهون علي هذا المصاب وهذه الظروف التي تندوز منها يارب ندوزها بكل تدوز كم تتسل الشعر من العجين ويارب ما تزيد سعليا في الهم والغم يكفي أنني عندي ولدات يارب تعطيني الهم والقوة والقوة باش نقوم بهم ديري ولداتك هما كل حياتك يحياتك ديري ولداتك هما مصدر السعادة لأنه علش يتزوجوا الناس على الولدات فعلا تزوجوا على أنهم يلقوا بجنبهم وحد الرجل يكون ليد اليومنا ديرهم ولكن إلى كعلش الله سبحانه وتعالى دير الزواج ودير حذات تلق ولكن الرسالة الأخرى اللي بتنوجه هو لا تنسوا الفضل بينكم صحيح أن كل واحد تخطف الأخر بطريقة أو تلك والعمق دي الزواج ما تفهموا إلا والناس اللي عايشين فيه يعني ممكن أنا الحكم من وجهة نظر ولكن الحقيقة رب اللي يعلم لهذا تنقول لكم أختي ساميرا وبصفة عما أي وحدة تتعاني ما تنساش الفضل ديال بعضكم